السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشاة الرياضية حسم فريق النجم صدارة أو حسم فريق الندي الاهلي صدارة المجموعة الأولى في المرحلة الثانية من نفسات دوري الاتحاد البحريني لكرة اليد بفوزي المستحق على غريم الاهلي في افتتاح الجولة الرابعة من المسابقة ب32 نقطة مقابلة 29 ليضمن بذلك صدارة البطولة السداسية قلب فريق الحد تأخره بهدفين مقابل هدف واحد أمام نظير المحرق إلى فوز بثلاثة هدف مقابل هدفين في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الدرجة الأولى لكرة القدم البرازيلية ريكوف تتحى التسجيل لصالح الحد في الدقيقة الرابعة وثلاثين محمود عبد الرحمن أدرك التعادل للمحرقة في الدقيقة الثالثة والأربعين في الشوطية الثاني تمكن إبراهيم المشخص من التقدم للمحرق إلا أن نيجيري دايو نجح في إعادة فريقه للتعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضاع وأنهى زميله الأردني محمد أداود اللقاء لصالح الحد عندما سجل هدف التقدم قبل صافرة النهاية بثوان قليل ليفقد بذلك المحرقة صدارته ويتراجع للمركز الثالث بأربع وعشرين نقطة هدف الثالث حداوي كورة توصل إلى محمد راتب الأردني المحترف في الوقت بدل الضايع من جانبه ارتقى المنامة لصدارته الترتيب بستين وعشرين نقطة بعد فوز على اللبسيتين بثلاثة هداف من دون رد تراجع لبسيتين للمركز يسابع بثلاثة عشرة نقطة أدف اللقاء جاءت عن طريق لعب لبسيتين عبد الكريم القوسي بالخطأ في مرمى فريقة كما أضاف الهدف البرازلية تياغو هدفين في دقيقتين الثالثة والاربعين للشوط الأول والخمسة والسبعين من الشوط الثاني اشتركوا في القناة